وفي طريق الناس إلى الله عز وجل يحتاجون إلى هذه المنح منح رجب حسنات منح شعبان منح رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه من صام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه إننا نحتاج في سيرنا إلى الله إلى المواسم إلى النفحات إلى العطايا الغير تقليدية الغير معتادة من الحياة أهلا بكم إلى شهر الخير رمضان بمشيئة الله عز وجل وقد أوشك وأقبل علينا وإن من أجمل ما يعيشه الإنسان في رمضان عمرة رمضان عمرة رمضان حين يجتمع شرف الزمان مع شرف المكان مع شرف الصحبة مع شرف الحال حين تجتمع الهمة العالية والانشغال الدائم بالطاعة والواجبات الكثيرة على الإنسان يا أحباب إن الله شرع لنا في رمضان كل الطاعات فنحن نصل ونصوم ونتصدق ونعتمر ونصنع الخير وندعو إلى الله ونعامل بعضنا أفضل ما نكون في رمضان شفت رمضان في إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه شفت كل ده في رمضان شفت كل ده من جمع لك في شهر واحد من صوم رمضان إيمان واحد السابن غفل لهم هتقضى من زنبي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم الصوم غير كل العبادات ليه؟ لأنه عبادة ترك لأنه عبادة ترك ومش مالية يعني ما فيش حد يشهد حتى أنك تدت الفلوس زي صدقة عبادة ترك بس حد بيشوفك وانت بتدي الفلوس فالصيام ترك وحاجة تتعلق بجوفك وفرجك حاجة تخصك انت لوحدك ما تخصش حد تاني فوهي تخصك لوحدك وهي بينك انت وبين ربك يعظم أجرها كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به وفي رواية كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به شفت اللي بيقف على القنطرة يوزع الأعمال الصالحة على اللي ظلمهم على اللي جاب في سرتهم على اللي أفسد بينهم على اللي شتمهم على ضربهم على اللي أكل منهم لا ده فيه كمان الصوم ده بقى ما بيتوزعش على حد دي كنبيالة ما بتتضهرش وايضا يفهم من ذلك كل عمل ابن أدام له كفارة يعني الحسنات يذهبن السيئات انما في سيئات بتحبط الحسنات الا الصوم ما بيحبطش يعني ولا كنبيالة بتتضهر ياخدها حد غيرك يخش بيها الجنة ولا سيئاتك تبوز الصيام لا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي شفت رب العزة بيحب الصيام ليه ادي اول حاجة والقيام والصلة قال عليه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا وحسنا اللي بيصلي قيام الليل في رمضان وكتير وطويل ودائم وممتع ربنا بيغفل لزنوبوز رمضان جاي علشان نصلي كتير رمضان جاي علشان القرآن شهر رمضان الذي انزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة وفي رمضان الذي بعث فيه عرضه عليه مرتين نقرأ قرآن كتير عايزين الحد الأدنى السنة دي من تلاوة القرآن في رمضان جزئين كل يوم ده الحد الأدنى يبقى من دلوقتي نتعود عليه عشان نعرف انزل وده في رمضان فرمضان ترجمة نانسي قنقر